بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن الايس كريم. هنتكلم عن الايس كريم هنعرف امتى بيكون رؤيته محمودة وامتى بيكون رؤيته غير محمودة. اولا بشكل عام رؤية الايس كريم في المنام. اه طالما شكله حلو. كان طعمه اه كمان اه حلو. اه فمن الرموز اللي بتدل على اه رغط في المعيشة كمان. من الرموز اللي بتدل على اخبار اه سعيدة او اخبار سارة. كمان على حظ سعيد اه للرأي. اه ممكن كمان يدل على علاقة طيبة او بد او اه استقرار. اه ممكن يدل على اه صلحة يمكن بعد وخصومة اه او بعد اه مشاكل. اه كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم رزق الرأي. اه كمان على سعادة على فرحة. اه على ان هو هيدخل فترة او الايام المقبلة في حياته هتكون اه فيها فرحة وسعادة واستقرار ويد. اه كمان من الرموز اللي بتدل على التغيير في حياته والتغيير ده هيكون للافضل او اه للاحسن. اه اما لو شاف الرأي انه بيتناول ايس كريم شوية فاسد او غير مستحب او طعمه اه مش حلو. فللاسف بيدل على حزن على خيبة امل ممكن اه يمر بيها الرأي. لو شاف اطفال بيكلوا الايس كريم وفرحانين فده سعادة وخير وبهجة و اه رزق حلال كمان على اه اه تحسن في احواله اه المادية بشكل عام. اه المرأة او الفتاة الغير متزوجة لما تشوف الايس كريم اه فمن الرموز المباشرة لها بالخطوبة او اه بالارتباط. اه طيما كان اه طعمه حلو. اه كمان شراء الايس كريم اه في المنام من الرموز برضو اللي بدل على تغلبها على مشكلة او او حل اه مشكلة. اه كمان من الرموز اللي بدل على تحقيقها لامنية. اه كمان على سمحها اخبار سعيدة اخبار اه مفرحة. اه على نجاحها في حياتها بشكل عام سواء في الدراسة او في حياتها العملية. اه اما لو شافت ان هي اه بتاكل ايس كريم ولا وتلع ان هو اه غير قابل للاكل او طعمه مش حلو او او فاسد. اه فللأسر بتدل على خيبة امل هتعيشها على فشل. اه ممكن فشل في اه حاجة هي بتسعى ليها او فشل في الدراسة او فشل في العمل. كمان ممكن تدل على هموم اه او حزن هي هتمر بيه. اه كمان لما تشوف الاطفال ان هي هي بتاكل ايس كريم وفي اطفال آآ بيكلوا كانوا مبسوطين. فدي اه تحقيق آآ امنية وكمان سعادة آآ ليها. المرأة اللي متزوجة كمان لما تشوف الايس كريم او تشوف انها بتتناول الايس كريم وكان طعمه حلو. فدي اه اخبار آآ سعيدة كمان من الرموز اللي بتقول على مناسبات سعيدة. على حدث او حدوث امر معين في حياتها الامر ده هيساعدها وآآ يعني هيكون سبب في آآ سعادتها. آآ كمان نجاح في حياتها آآ بشكل عام لو كانت هي آآ بتعمل او او نجاح في حياتها الشخصية. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على تحملها آآ مسئولية آآ برضو من الرموز اللي بتدل على حب واستقرار ومودة خصوصاً لو شافت ان هي بتاكل الآيس كريم مع زوجها. فده حب واستقرار ومودة آآ ما بينهم. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على حمل. لو كانت هي بتسعى آآ لحمل فمن الرموز برضو اللي بتدل على آآ حمل. اما لو شافت الآيس كريم فاسد او غير طيب او آآ طعم وما كانش حالو. فدي كل دي بتدل على صعوبات في حياتها. آآ على ازمات على خلافات ممكن تمر آآ بيها. ممكن ازمات هتواجهها آآ يمكن شوية هتطول معيها او هتطول فترة لحد ما تتخلص آآ منها. آآ اما لما تشوف ان هي بتتناول آيس كريم وفرحانة او تشوف ان في اطفال حواليها بيتناولوا آيس كريم وفرحانين آآ فتستقرار في حياتها وكمان سعادة وفرحة آآ ليها. المرأة الحامل كمان لما تشوف ان هي بتتناول الايس كريم او شافت ايس كريم طعمه حلو وشكله آآ حلو آآ فده ولادة سهلة وميسرة لها. كمان رفاهية وسعادة وخير وتغيير في حياتها للافضل آآ وكمان للاحسن. اما لو شافت ان هي بتتناول الايس كريم الفاسد يعني تشوفه غير مستحب او طعمه آآ مش حلو. آآ فلالاسف ممكن تضل على ازمة هي هتمر بيها. ممكن تكون ازمة صحية في فترة الحمل. او ولادة شوية هتكون آآ صعبة. برضو لما تشوف اطفال آآ بيتناولوا الايس كريم وآآ وفرحانين آآ فتتحقيق هدف ليها او طموح كمان سعادة وخير آآ ليها. آآ آآ اكل الايس كريم المصنوع من الفراولة. ايس كريم المصنوع آآ من الفراولة آآ من الرموز اللي بتضل على حس سعيد للرائي. آآ كمان بتضل على علاقة عاطفية او ارتباط هينتهي آآ بالزواج. كمان الايس كريم الفراولة بتضل على حصول على مال او على وظيفة او على مكانة او مكافأة مالية هيحصل عليها الرائي. الايس كريم اللي هو الابيض آآ اللي هو اللون ابيض آآ فده زواج لهم زواج لمشكلة كانت بالتواجه الرائي. آآ طبعا لازم يكون طعم حلو برضو بتضل على تحقيق آآ امنية. آآ كمان من الرموز اللي بتضل على ارتباط او آآ زواج لو كانت الفتاة غير آآ متزوجة. آآ اما لو كان شاب آآ برضو غير آآ متزوج او شاب اعزف برضو زواج. وكمان تحقيق امنية وتحقيق آآ هدف. آآ اما لو كان طعم الايس كريم غير مستحب وطعمه يعني مش حالو. آآ فدي كلها بتضل على هموم او حص زيء او احزان او هم هيمر بيه الرؤية. آآ اما رؤية الايس كريم للرجل. آآ تناول الايس كريم للرجل آآ برضو من الرموز اللي آآ بيدل على حصوله على رزق. على آآ مكاسب مالية لو كان هو تاجر. فمن الرموز اللي بيدل على تحقيقه ارباح او مكاسب مالية او قدوم ممال او قدوم آآ رزق. آآ برضو من الرموز اللي بيدل على حصوله على عمل لو كان هو آآ بيسعى آآ لي عمل آآ برضو من الرموز اللي بيدل على الترقية هيحصل عليها الرأي او آآ مكانة او آآ مركز. برضو من الرموز لو شايف ان هو بيتناول الايس كريم مع زوجته فمن الرموز اللي بتدل على حب وعلى تفاهم وعلى يود وعلى انتهاء مشاكل او خلافات ده كده باختصار رؤية الايس كريم في المنام عرفنا امتى بيكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة كمان فصرناه للرجل للعسباء للمتزوجة للحامل بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبوه لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة